مطبخ للا فاتيما رحبوا معي اليوم بشاف خليد كهيا اهلا وسهلا بك يا خليد عواشر مباركة ورحمة الكريم عواشر مباركة سمية صباح الخير سيدات مستمعات راديو ام افم نتمنى ويكونوا تحاول عافية وقدولي للمنتجزة وفتعت الله ان شاء الله اليوم امين 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 احنا معك شاف اليوم استعدادات ربما الايام العيد اه سافيدة بقربنا اقربنا العيد ان شاء الله غري نقدموا لسيدات شهاجة جديدة نخرجوا شوي على الحلويات المغربية يعني مريم تكون اقتصاديا خيب اه ضروري ضروري اقتصاديا غريدي نقدموا لهم حلويات وديطقت بحلغ يصابوا واحد دافع واليوم يمشوا وشريوا عن بلاتو ديال لقاتو صواري ايه يصابوهم في الدار واشكال متنوه اه تبارك الله راوم احد قينو كيعرفوا يصابوا لقاتو ماروكان يعني الحلوة المغربية هذي طريقة جديدة باش يزيدوا الطبق تاني في الطاولة ديالهم كوم غاتو صواري غاتو صواري هذو ما هم الحلوة الصغار الميني طاقت ايه يوما انا انا ندعو بواحد الحلوة طاقتو صيتخن ما طاقتو صيتخن كن عارفوهم عيالات كنجيهم شوية صعيبا ايه يوما انا نعطيهم احت طارقة جديدة يعني في العوض ما غادي يديروا لبات غادي يخدموا ان بيسكويت لدي جاو يجد يعني اول حاجه يكون عند السيدات اليوم يكون عندهم مذيك الميني طاقت الصغار يك الميني طاقت الصغار وبالنسبة للحلوات التي يمكنك أن نضيرهم لكي يديمونطا مثلا هذه الطاقة يأخذوا أمول كبير يتحل هذا الذي يخرج من كي يديمونطا ومن بعد يقطعوا الحلوات كي يبغوا مثل لاتات وربعات ويضيرهم في ذلك البابير الصغير الذي يديه الحلوات إذا نبدأ الوصف إذا نحن فقط ما نضيره لابات نضيره غير بسكويت في هذه نضيره غير بسكويت يعني ناخدوا واحد بسكويت كانين بسكويت ممتازين في السوق ناخدوا نعطيهم الوصف نعطيهم المقادر أولا لدينا 250 جرام ديال بسكويت سيدة تلاقي يختاروا أي بسكويت يعجبهم يعني كانين أنواع ما ننجوش للمارك ديالهم يختاروا بسكويت يكون ممتاز يعني وينكاتل يبغوا هالكوغ اه بالكوغ بالحامض باش مابغوا 250 جرام ديال بسكويت وياخدوا واحد ثلاثة ثلاثة ديال المالق ديال الزبدة وواحدة غاني واحدة صفرط البيض يعني كيفاش غديستعملوا غيشدوا ذاك البيسكويت ويحررتوه ويحررتوه غير بيدهم اه بلا ما يكون بودرة اه لا بلا ما شي بودرة غير يفرتو اه فاش يفرتو يفرتو يزيدو عليهم ذاك الزبدة اندوبوا ذاك الزبدة وغدي ناخدوا واحد امبول ويناء ونديرو فيها ذاك البيسكويت نزيدوا علي ذاك الزبدة نزيدوا علي ذاك الزبدة يعني وناخدوا ذاك ها صفرط البيض ونخلطوه ونديروه في المول في المول كعينو طبقة العجين اه كعيننا طبقة العجين نديروه في المول وندخلوه الفرق ويبرد السا نكملو الاببراي ديال ناديا وابخين الكريمة اللي غنوجدوا ومن بعد نتخرجوه ونديرو يعني السيدات كنقول ليهم اللي عندها هذوك اللي مول صغير يكون أفضل يكون أفضل يكون أفضل يكون أفضل يكون أفضل تحاول تقطع بشوي الآن ندوزل الكريمة عندنا نصو واحد كريمة بالحامض فاربعة صفر ديال البيض وكاس ديال عصيرة الحامض وواحد الحليب مركز واحد دربة مئة جرم ديال الحليب ما شمحلة لا ما يكونش محلة لأننا هتغنخلطوه مع سكار آه هنخلطوه مع سكار آه صفرة البيض مع السكار غير نخلط الصفرة البيض نزيدو علي ذاك العصرة الحامض نصخنو نصخنو الحليب هذاك الحليب غيكون تقيل لاش فنا الحليب لاش فناها الكريمة تقيلة شوية وخنزيدوها ميزانة من بعد كانت تقيلة ما نزيدوش كانت خفيفة نزيدوها شوية الميزانة ممكن باش يحكد ليها الكريمة دي نضيروها تبرد شوية غير تبرد مت متعقادش بزاف غير شوية ونخرجوها نضيرو فبوش ورجعو البيسكويت ديانا ونضيرو البيسكويت ديانا هيكون قصاح لا غايقصاح وخف البيضة ما يطيبش لانه هذيك البيضة غير يجمع ولينا باش يجمع لك ويدخل في المول مزيان والسيدة دنيا ولي ما كيف تضلش يدير البيض بلا ما يدير البيضة يدير غير الزبدة الزبدة تجمع بوحدة ولو هذي طاقت سيتخون النافع الحام نضيرو الكريمة ديانا فوق الها طاقت ومن بعد كنصابولها المورنغ المورنغ هو هذيك الطبقة البيضة اللي كنشوفها في الاباتيسكويت سيتخون شوية كتبال لكم حمراء يعني فلومبي تنضيرها بشاليمو من الفق هي بيضة وكيكون في هذيك الطبقة ديانا كيفاش كان وجودو هذيك المورنغ؟ حسنا استعملنا صفر هذيك البيض غدين هولا نخدمو بيضة هذيك البيض غدين هولا نخدمو بيضة يعني نفس احنا اربعة صفر تلبيض خدمنا بهم الكريمة وربعة البيض نضربوهم مزيدة نضيدو عليهم واحد الكاس ديال السكار واحدة فاني ونطلعوهم مورنغ يبقوا يطلعو نضربوهم في الخلاط فالباتر مزيان نضربوهم فوق هذيك فوق لطاق ديالنا فوق الكريم ديالنا ونطلعوهم بيهم شوية او ندخلو من الفق مثلا غير لا لا يدخلو من الفق اما من الاحسن يكون عدنا بغي لغواحدة كيتباعو صغار ما مبتل واحد تلاتين درهم كيتباعو نضربوهم من الفق او بريكي مثلا كنتباع طويلة شوية ااوي شوية هذيك البريكوة تخذيبها الغارات وبي هادطريقة كنكنو وجدنا تختوس تختوس صغار و لا كبار كيف ما بغير على شكل محلات و لكنكتباع يعني كتباع يغال يفتن بنديرا ممكن ممكنها في طريقه يختفد او في المينة عاديك سحاشف هذي اقترح الوح شو ممشو عداني اقترح تنين نصوبوا دي بتي تخت ببات فيتي وزامنت هذي كونو عندكم جوز تدال طرق بغي نديرهم ترت كبيرة سوف نحضرون باللوز مستمعاتي فنأخذوا المقادر المقادر لدينا 500 جرام العجينة لللوز المقادر لدينا 500 جرام العجينة لدينا 500 جرام العجينة لدينا 500 جرام العجينة لللوز 9 جرام العجينة لدينا 500 جرام عجينة نعم تطبير العجين ولدينا 500 جرام العجينة لل затرنقة نعود لهم الخير لأنها مهمة 10 جرام السكرسينة 60 جرام الزبدة 100 جرام لدينا 500 جرام بودر LAURA الليع النcher ajudar với você ملأح كتبع ورا كتبع وجدة عدنا بيضة واحد معلقة ديال دقيقة باش تكون عدنا باش نفرضوا العجين ديالنا وشوية ديال زيس الدوسية يعني قسرت الحمضة محكوك محكوكة الطريقة سهلة ناخدو لاباتفيت غادي نكونوا شريناها واللي كالسيدة تلك يعرفو يدير لاباتفيت ميام الأحسن كتبع السوق واجدة نشريوها ونخدمو بها ناخدو تنسرحوها تنسرحو لابات ديالنا أولا كنحوشدو الحشوة ديالنا حشوة ديالنا طريق دياله سهلة نشدو سكار مع الزبدة ونزيدو على ديقصرة ديال الحمض نديروها في الخلاط نزيدو البودرة اللوز غنزيدوها بشوية بشوية طلع علينا ديك لاباتدامون هكا كنصوبوا لاباتدامون هادي هي الكريمة دياللوز اللي غا تكون دخل نفردو العجين ديالنا هاديك ساعة عندكم حرية امت ديرو طرد كبيرة امت ديرو دي طرد صغر دي طرد صغر يعني لكن طرد كبيرة نحاولو ما امكان نقسمو لابات على الجوج يعني واحدة غتجي فوق واحدة ايه؟ نديرو الحشوة بسطى لاباتدامون العجين بعد نديرو العمارة ديال البودرة اللوز نقدروا نديرو واحد الاضافة يعني ناخدو شوية دياللوز نهرسوه ونزيدوه تهوة مع هذه البودرة باش في الوقت اللي كنكونو كنناكلو يجي واحد حبيبات دياللوز ونسدو لاباتدامون هذه البيضة اللي يدرنا ذك سفرت البيض نزوقوها شوية بالموس ونحاولو ما امكان نديرو واحد احنا اللي كنسميوها واحد قبل الوسط باش تنفس لنا ماش تنفس لنا باش تنفس لنا لانه لا ما قاعدتى مسدوده غاديتفر غاديتغرررس نديرو غير تقيلة تكيلة فاغدة بالموس وندخلوها يكون سخون مئة وتمانين درجة والحّد على حساب تنشوفه عائلنا مزان اصلا الحجوم مكايز بويش طيب بالزال يعني غير طيب لان الفات لابات ديانو تحمر بيان دوغي عندنا كيف قلت لكم نديروه اما كبيرة اما نديروه صغيرة باش نخدموه باهذا كل البلاتو اللي غادي نقضي مصباح ديال الفطان ساوا غادي نمتيول بعدك الشكي اللي احنا حضرنا فا هاكذا نكونو زوقنا البلاتو ديالنا عادي كسحاشف شو قتيره الثالث نغا نديروه القتيره الثالث هو الطارطات صغار ديماني الطارط يعني عندك أنا غادي نقول لكم لابات وغادي نقولو الكريم اللي كان بشي الكريم باتيسيا اللي كان بشي وابخي السيدات كيتنوه ويتفننوه في الطرق ديال بليفخوي بانواع ديال فوقي بلا اضافات اللي بغاو زواء كوتزي اللي بغاو ناية رغم النسبة للباتصابلين ميتين وخمسين جرام ديال طقق واحد شوية ديال الملح كاس ديال السكار مية خمسين عشرين جرام ديال الزبدة وبيضة نعودو المقادير اسم احتشاف ميتين وخمسين جرام ديال دقيق ميتين وخمسين جرام ديال دقيق حاة ديال الملح كاس ديال الملح كيه واحد결 حtschaft كبير الحزم معالقة كبيرة ب عنديا üzerca scaling مية و promises عشرين جرام ديال الزبدة بيا Ash 2025 غرام ديال الزبدة وبيضة وبيضة كاملة وبيضة كاملة هذه Hafidic Abla اللي إلو نقاér الدقيق نقومو بما ما بشيث مباشة ينقوم انفاهم نخ них دا bagel ما بتلعطي قوش دودolin حفيرات صغيرة انفاهم ‫ستعمschool وقاعدك شي نديرو الزبدة بالحق كنقول منصح سيدات ان الزبدة تكون باردة يعني تكون باردة علاش لان احنا اصلا غرينا بدون نخدموها بصبع عنا يعني احنا لكن اه يعني الزبدة لا كانت دايبة اصلا ولا لكنت سخونة احنا ما حدنا احنا كانت نخدموها وهي كتزير وغادي ترخاو وغادي تتخلف تحين غادي اولا عدنا هذك شي بسايح بهذا المعنى اذا افضلتكو زبدة وفتلاجة باردة علينا الحدماسنا نحاو�Ö كرامل و زبدة رايب에는 تعامل Sumi هاي اوها حاء اذا اضط Intelligence هاها انا اتنساف لان لابدنا ازوف اصلاà يغلط عليهم الفراني يطيبون ويوهين في اللقاء نحن نضغط عليهم المصاددين بل ما نحضر الكريم الان بقادر متين وخمسين غرام ديال السكر ميز غرام ديالتقيق الساس فرديالبيد نجد لقى الهن باللتر ايه بل ما نعطي لقى الهن يمكنهم يديرون نصف الوصار أفضل يديرون مصغر لكي يمتولي ذكي البلاتو نحن أعطينا ذب الحامد، أعطينا اللوز ويبغنا أعطيهم بلا كيم باتيسيا أرغنا كيم باتيسيا اللي غادي مشي في هذا اللي في التارتات كيف قلنا 250 غرام دي السكر 100 غرام دي الدقيق 6 صفر ديال البيض والشو بيضات كاملين واحد فاني ساشي ديال فاني وإطرود الحليب طريقة سهلة، كننخدو سكر كنزيدوه مع البيض يعني كنبي يبيض هذاك البيض كنكونو ديال جادرنا معه ديما ما تحرك بدون توقف وكنديرو لفاني الحليب على طريق سيدة أغلبية كيتحبب ليم الكريم باتيسيا كجي فا علاش هذاك هو هذاك لو شوك تغميك اللي كيكون ما بين الحليب والطقيق يعني الحليب لكن لكن سخون والبيض بارد غيتكورنا ذك غيتكورنا ذك شون ديرو طريقة اللي سهلة انهم يخدو ذك يسخنوا الحليب ديالهم شوية يدفيو ويزيدو عليه دقيق بشوية بشوية شوية بشوية ونزيدو ذك بهالطريقة كنكونو احنا ما خلطنا شي حاجة باردة كتير بزاف مع الحليب يعني هذك الدقيق اللي عندنا هو اللي غادي تقلينا ذك الاصوس وكن نزيدو ذك ذك الاباراي يعني الحليب والدقيق على ذك السكار والبيض حنا كنخلطوه نحنا كنخلطوه بزي ندوزو في الباسوع يعني نصفيو ذك الشي اهه نحنا كنحركو غادي تعقدلينا ويجدو بطريقة السياه مثالكويرات والطريقة نديرو في الطاقت ديونا في البتاق والسيدات كي يبغي ممكن كيوية ممكن نبرقوك وما بغات السيدات يزيدو هذا اللي نديرو من الفوق هنقولو بسرعة اللا ماان لماعان 250 جرام دي السكر ويترو دي الماء في زيت دي السيترون وابري سافي وانا بيو عليها دي طرد وانا بانسو صغير وانا بشويته هكا صغير بشكعة اللماعان وكما منا بلاتو دينا شاف خليد كشكرك بذب لان فعلا عطينا ثلاثة دي الانواع اختيارات عطينا دي الحماد عطينا كدلك دي اللوز وعطينا دي الكريم باتي سياق بالفواكه فهكدا نكونو شكلنا في الكوكتير دينا دي الفواكه وكدلك دي صباح لعيد فانا كنشكرك شاف للاختك عواشنبروكا وعيد كريم حنا دي مرافقينكم مع جولتنا